فدخل المباراة مرسيل كولر وهو يبحث عن تفوق جديد بعدما تفوق على فريرة نفسه في بداية الموسم في مباراة السوبر المحلي هناك في الإمارات حينما فاز كولر على فريرة بهدفين دون مقابل وبسيناريو غير مشابه ولكن بنتيجة في النهاية مشابهة فاز الأهلي في الجولة 14 النهاردة بثلاثية دون مقابل بدأ كولر بكهرباء والكل كان مترقب هل سيبدأ بكهرباء؟ ولا على الجانب الآخر هيريح كهرباء بعدما بدأ أساسيا أمام سموحة وسجل وصنع فبدأ بكهرباء اللي كافأه بهدف بل وهو خارج قال لي محمد شريف هتجيب جون هتجيب جون قالها مرتين فسجل محمد شريف بالفعل مرتين في الوقت اللي تغلب الأهلي على غياباته الكثيرة على مستوى مراكز الدفاع تحديدا وأبدع لعبوه على مستوى الصفقات الجديدة ونجحوا في التسجيل بهدوء وبأداء جميل في الشروط الثاني من المباراة المباراة بشكل عام ما كانتش ممتعة الشروط الثاني كان أفضل حالا نوعا ما من الشروط الأولاني من المباراة لكنها كده بشكل عام مباراة متوسطة المستوى 3 صفر تبدو نتيجة كبيرة جدا بالنسبة لمجريات المباراة ولكن هي ثلاثية فيها الأهلي كان هو الأكثر تركيزا وهو اللي عارف إزاي يوصل لمرمى الزمارك وإزاي يستغل توتر الزمارك سواء بعد التغييرات أو توتر الزمارك بعد استقبال الهدف الأول وفاز الأهلي في النهاية علشان يبقى على القمة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقي فيوتشر وبفارق أكبر عن المركز الثالث بيرامد صاحب السبع وعشرين نقطة وبفارق ثماني نقاط عن منافسه التقليدي حامل اللقب الزمارك بعد مرور أربع عشرة جولة تعالوا نستعرض تشكيلة الفريقين وبعدين نتكلم في شوية نقاط شهدتها المباراة النهاردة سواء ما قبلها أو خلالها أو حتى ما بعدها هنبدأ بصاحب الأرض الزمالك اللي النهاردة كانت تشكيلته كالتالي في حرصة المرمى محمد عواد قدامه محمد عبدالغاني وحسام عبد المجيد حمزة المثلوسي يمين محمد عبدالشافي على الشمال عمر السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عشور حفظوا على تواجدهم في خط وسط الفريق الأبيض في المقدمة سيف الجزيري وعلى جنبيه أحمد سيد زيزو أو الجانب الآخر مصطفى شلبي حمزة المثلوسي عمل مباراة جيدة جدا دفاعيا محمد عبدالغاني وحسام عبد المجيد ومحمد عبدالشافي كانوا رافقوا اللاعب التونسي الشوط الأول ما كانتش فيه خطورة حقيقية باستثناء فرصة لمحمد دمجدي أفشة تصويبة جت فوق العرضة وفي الشوط نفسه دونجا كان هو صاحب أخطر فرص الزمالك والتصويبة الوحيدة طوال تسعين دقيقة لكن محمد الشناوي تقلق في ردها عمر السيسي ما زال يبحث عن إقناع جمهور الزمالك بمستوى إمام عشور كان أفضل لاعبي الزمالك الحداشر في الشوط الأول دفاعا وهجوما به هدت هجمات الأهلي وبه بدأت هجمات الزمالك اللي كانت على استحياء أو ممكن تقول بدأ به استحواز الزمالك لأن الزمالك لم يهدد كثيرا في هذا الشوط مع التغييرات توقيتات أهداف الأهلي كانت مثالية خرج حمزة المثلوسي ونزل عمر جابر خرج عمر السيسي ونزل مصطفى الزناري فمحمد عبدالغاني روح ناحية اليمين استغرب المثلوسي التغيير فريرة قال له ما تقلقش مش عشان مستوىك وحش أنا عايز أعمل حاجة في أرض الملعب فمحمد عبدالغاني روح ناحية اليمين عمر جابر ما كان عمر السيسي في نص الملعب على ما يبدو أنه نواية هجومية من نص الملعب علشان يبقى محمد عبدالغاني مأمن بأدوار هجومية أقل من اللي كانوا أخذها المثلوسي ولكن ما عداش دقتين حتى استقبل الزمالك الهدف الأول وانفرط العقد تباعا خرج عبدالشافي نزل سيد عبدالله نيمار ناحية الشمال وخرج مصطفى شلبي وخرج سيف الجزيري ونزل شيكابالا ويوسف أسامة نبيه ومن جديد لم يصوب الزمالك ولو تصويبة وحيدة على الجانب الآخر كانت تشكيلة الأهلي كولر دفعة بمحمد الشناوي في حراسة المرمى قدامه خالد عبدالفتاح ورمي ربيعة في قلبي الدفاع خالد عبدالفتاح الكل كان بيتساءل هيلعب ناحية اليمين محمد هاني ضم للعمق خرجت التشكيلة من غير ترتيب اللاعبين في أرض المرعب ولكن خالد عبدالفتاح اللي اتمرن امبارح على هذا المكان وكان لعب مع فريقه السابق سموحة مرة أو مرتين في هذا المكان قرر كولر ألا يلخبط أوراقه لأنك كده هتبقى غيرتك كل خط الدفاع باستثناء معلول فلا أحافظ على محمد هاني ناحية اليمين ومعلول ناحية الشمال وربيعة للعب الماتش اللي فات في العمق وبجواره خالد عبدالفتاح اللي اتمرن عليها مبارح